ودعت الحديدة رجل الخير والإحسان الحاج ناصر الرميح عفوا ودعته إلى مثوه الأخير في الحديدة والذي وفته المنية عن عمر النهز السبعين عاما قضى معظمه في خدمة الوطن وأعمال الخير والبر والإحسان ويعد الفقيد من أبرز الشخصيات المعروفة بين أوسط أبناء تهامة عموما من مختلف الشرائح والنخب خصوصا فئة رجال المال والأعمال وقد وري جثمانه وأثره بمقبرة الصديقية في الحديدة